موسيقى دي تكملة للتخبطات والقرارات الغير مدروسة اللي بتتقدم للشعب المصري بدون ما يكون فيه رؤية واضحة للناس والجماهير والاحتياجات احنا شفنا الحاجات كتير اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي والقرارات اللي بتتخذ ويرجع فيها وبعدين يحصل عليها كلام كتير والناس تبتدي تحس ان الرئاسة بتتخبط في قراراتها واحنا مش عارفين هو يترى القرار ده بيكون متخذ من رئيس نفسه ولا بايحاء من جماعة الاخوان او من المرشد او من المستشارين طبعا المستشارين كلهم بيتكلموا بيقولوا انه القرارات دي بتبقى نبع من فكر الرئيس يا ترى هو الرئيس بيحكم كديكتاتور كحاكم بأمر الله ولا هو بيحكم شعب بطريقة ديمقراطية ما فيش دولة في العالم بيتاخد قرار منفرد بالشكل اللي بيعمله الدكتور مرسي النهاردة الدكتور مرسي بيطلع بقرار انا قررت كذا 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 طيب الشعب فين من الكلام ده كله وبعيد عن الكلام ده كله نسي الدكتور محمد مرسي الموقف الاقتصادي اللي فيه مصر والحالة الاقتصادية اللي فيها الشعب المصري وتدني الاوضاع الاقتصادية دي في مصر وتدهورها لدرجة انه ناس كتيرة قوي اصبحت تشتكي انه مش قادرين يغطوا مصاريف عائلاتهم المصاريف اليومية حتى النهاردة اللي بنشوفه وبيحصل في مصر بيقول ايه اللي جوه الشعب المصري الشعب المصري النهاردة انفجر انفجر لانه هو غير راضي عن الطريقة اللي بيحكم بيها الدكتور مرسي نسي انه هو وصل للحكم مش باغلبية من الشعب المصري لا ده حتى اللي انتخبوه انتخبوه اساسا لانه هما كانوا رفضين الدكتور عحمد شافي اذا لازم هو يحط في اعتباره انه فيه نسبة عالية جدا نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري رفضة اللي هو بيعمله الاعلان الدستوري اللي هو عمله النهاردة بيقول انا فرعون فيه مثل بيقولوا المصريين كتير قوي يا فرعون ايش فرعانك قال ما لقيتش حدي لميني لكن النهاردة الرئيس مرسي بيعرف انه الشعب المصري النهاردة بيقوله لا لا يعني حاجات كتير قوي بتحصل بتوري الاخوان بيحكمه مصر ازاي النهاردة نروح لحاجة بسيطة قوي نشرتها واحدة من الصحف الوطنية الخاصة انه مثلا حرم الرئيس مرسي راحت تعزي في وفاة اسلام مع انه هي قبلها كان جابر صلاح اللي هو جيكا كان فقد الوعي فترة طويلة ومحدش حتى فكر من الرئاسة انه هو يروح يبص عليه المرشد العام بجلالة قدره النهاردة رايح عشان يعزي في اسلام يا ترى هل اسلام ده فرد من الشعب المصري وجيكا فرد من بلد تانية من حتة تانية محدش يعرف عنه حاجة وبعدين احنا النهاردة يا ترى هم بيتكلموا عن ان الاخوان ده فصيل او هو ده الشعب المصري والباقي دول ما هماشي الشعب المصري الله ايه اللي بيحصل النهاردة احنا بنبص بنشوف ان كل حاجة بينظر لها بوجهة نظر الاخوان محافظين يتحطوا الاخوان قيادات محلية وشعبية تتحط من الاخوان طب يا ترى هل الناس دول عندهم الكفاءة انهم هم يديروا البلد طب احنا عندنا مثالة هو الدكتور محمد مرسي بقراراته اللي بتطلع كل شوية ومحناش عارفين هتودي البلد فين وبعدين تيجي تتكلم الناس بتشتكي سواء جوة او برا يقولك دول بيستقوا بالخارج طب هم اصلا الاخوان المسلمين عشان يوصلوا للحكم استقوا بامريكا هم وصلوا للحكم ازاي في مصر الا بتأييد من الولايات المتحدة وبعدين النهاردة الولايات المتحدة على معظم وكالات الانباء بتتكلم عن انه الموقف اللي خده الدكتور مرسي ده موقف ديكتاتوري الواشنطن بوست رويترز بعض عضاء الكونجرس بيتكلموا عن ان لازم يتخذ موقف من مصر من الدكتور مرسي مكين مبارح بيتكلم بيقول ان احنا لازم نعيد النظر في المعونات اللي احنا بناديها لمصر لان القرار اللي خده مرسي ده بيؤكد على ديكتاتورية الحكمة في مصر الواشنطن بوست في مقاليها بتقول ان القرار اللي خده الدكتور مرسي ادى الى انقسام الشعب المصري وانه ده مالوش علاقة ابدا بالديمقراطية بعض المصريين في الخارج وجهوا رسالة لأوباما بيطالبوا فيه بانه هو يعيد النظر في سياسة الولايات المتحدة اتجاه مصر طبعا الناس حتقول هما بيستقووا بالخارج مفيش حد النهاردة بيقدر يقول انه مفيش قوة في مصر تقدر تاخد قرار بدون الولايات المتحدة والدليل على كده اللي حصل في غزة من فترة قريبة انه النهاردة عشان يوصلوا لاتفاق لتهديئة الاوضاع في غزة كان لازم الولايات المتحدة تكون موجودة وحضرة لكل خطوات الاتفاق اذا النهاردة وحنا بنتكلم عن ثورة في مصر الثورة دي بتقول ان الشعب المصري كله سواء جوة او برا مش موافعا اللي بيعمله الدكتور مرسي لانه ده هيؤدي بالشعب المصري الى الانهيار والدولة المصرية برضو الى الانهيار من يومين بعد ظهور القرار بتاع التعديلات الدستورية ده بنفاجأ بان البورصة المصرية بتخسر حوالي 26 مليار دولار هل يترى الدكتور مرسي ما بصش للكلام ده ما بصش ان احنا في حالة اقتصادية منهارة وان هو نازم يبص اولا للحالة الاقتصادية قبل ما يبص لان هو يحصن القرارات اللي بيطلحها ويتدخل في السلطة التشريعية ويتدخل في السلطة القضائية النهاردة الدكتور احمد الزينت طالع بيقول ان احنا بنستنكر بيان الرئاسة اللي صدر عقب الاجتماع بين رجال القضاء وبين الدكتور مرسي يعني معنى كده انه هذا الاجتماع ما وصلش لنتيجة ما عملوش حاجة هو كان وسيلة للضغط على رجال القضاء لكن الحمد لله لغاية النهاردة رجال القضاء دول رجال محترمين رجال بيحترموا كلمتهم رجال بيقفوا عشان يقولوا لا ما فيش محدش يقدر يتعدى على السلطة القضائية في مصر لو احنا بصينا بعد كده اللي بيحصل اللي بيحصل في اللجنة التأسيسية ده كلام مش مظبوط كلام تهريج هم ما بيعملوش دستور اذا كان هم قدروا يوصلوا للحكم اوباما نفسه وجه كلامه لمرسي وقال له انت نجحت في انك تحل مشكلة غزة مع الاسرائيليين في الفترة الاخرانية لكن اللي انت عملته في الفترة الاخرانية ده ضد ارادة الشعب وانا بنصح ان انت تعودوا مع بعض وتحلوا المشكلة دي بسلام عشان ما يرقش دماء تاني في مصر التغطية اللي بتغطيها القناة الابطية الفضائية من مصر من الساعة اربعة الصبح لغاية دلوقتي بتقول لنا المظاهرات دي شكلها ايه ورحها فين وبتعمل ايه في المحلة وفي السويس وفي الاسماعيلية وفي الفيوم وفي القاهرة يا ترى الرسالة دي ما وصلتش حاجة لمرسي ما قلتلوش يا دكتور مرسي الشعب المصري يرافد استقوائك ورافد هيمنتك ورافد ديكتاتوريتك انا من وجهة نظر يقول انه كان من باب اولى الدكتور مرسي عشان يعضد موقفه يطلع ويقول انه نزولا على ارادة الشعب المصري فانا قررت ان انا الغي الاعلان الدستوري وحكم الفقهاء الدستوريين انهم يعملوا دستور لمصر وبالتالي هو حيكسب ارضية جمدة ارضية قوية في مصر الكلام اللي بيحصل في مصر النهاردة ده كلام بيقول ان الاخوان المسلمين كان عندهم مخطط انهم هم يدمروا الشعب يا ترى هل هي دي روح الانتقام النتيجة اللي حصل معاهم خلال الفترات الزمنية السابقة ايام مبارك وايام السادات وايام عبد الناصر ما هو ده برضو كان رد فعلي اللي هما بيعملوه احنا النهاردة في موقف لا نحسد عليه في مصر الشعب المصري كله واقف قدام رئيس يا ترى هل الرئيس ده هيتراجع عن قراره وبالتالي يبقى دي تالت مرة بيرجع فيها عن قرارات بياخدها ولا هو هيصمم على رأيه وفي الحالة دي الموقف هيزداد اشتعالا والناس هتبتدي تصور اكتر وتحصل ما لا يحمد عقباه انا يعني بتمنى من الدكتور مرسي ان هو يبص بنظرة حكمة للموقف في مصر لو هو بيستقر اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت دي كلها الناس كتير قوي كان بتطلع على القناة الفضائية تقول ان مصر رحى في منزلق المنزلق ده في حل من اتنين يا اما ثورة شعبية جديدة يا اما انقلاب عسكري يا ترى الدكتور مرسي هيقبل بواحدة من الاتنين دول انا بتمنى من الدكتور مرسي ان هو ويحكم مصر بالديمقراطية اللي هو جي بيها زي ما بيدعي ولو ان احنا بنشكك كتير قوي في انه الديمقراطية اللي وصلته للحكم دي وراها حاجات كتير قوي نرجع تاني نبص للموقف في مصر وفي الميادين وارجع لكم تاني بكامير التغطية اكتر الان ان در ا Pilot اهيان ثلو tutto أهيان الان اهيان 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 ترجمة نانسي قنقر 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 تقدر تكمل بيها مشوار حياتها ترجمة نانسي قنقر من فضلك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يوم مصر وبلاش حكاية حكاية ترجمة نانسي قنقر الشعب نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر الاسلاحة نانسي قنقر نانسي قنقر يا رئيس نانسي قنقر لواقع نانسي قنقر 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 دكتور سيد بدوي الناس دي كلها ناس بتمثل الشعب المصري برضو هاتهم وقعد معاهم واسمع منهم ايه اللي ممكن يتعمل عشان تبقى انت فعلا رئيس لكل المصريين ما انتش رئيس للإخوان الإخوان مش هيقدروا يحكموا مصر لو هم هيحكموا مصر هيبقى حكم الحديد والنار زي زمان واعتقد ان الشعب المصري ما عادش عنده استعداد انه هو يوصل لكده هيرفض اي حاجة ليه علاقة بحكم الديكتاتورية والحديد والنار اللي انت بتتكلم عنه النهاردة هنبص على يعني حاجة غريبة جدا لما انا اسمع انه واحد واثنين وثلاثة من المستشارين بتوع الرئيس بيستقيلوا من مكانهم يا طرى دا ما يدي لكش علامات معينة او اشارات معينة انت رايح فين اتمنى يا سيادة الرئيس انك تسمع على صوت العقل وصوت الضمير عشان البلد تطلع من المستنقع اللي احنا فيه يا سيادة الرئيس احنا في اخر السنة مطالبين بسداد مش بس الديون وفوائد الديون اللي علينا يا طرى هنقدر نعمل حاجة يا طرى مصر هيبع عندها استعداد او مقدرة مالية ان هي توفر الامح والعيش والبتجاز لابناء البلد هرجعلكو تاني بعد متابعة تانية للاخبار والمظاهرات في مصر ولا هنسى يا مصر اني عاشق لكل ذرة من ترابك ولا هنسى يا مصر ان حبك جوى قلبي ساكن ولا هنسى يا مصر تاريخك اللي كتبوها اجدادي ولا عمري هنسى يا مصر لما كنت انا واحمد وامير نكتب فيكي مواضيع تعبير ولا عمري هنسى يا مصر ناسك السمر الطيبين ومهما حصل ليه والاولادي هفضل احبك يا بلادي ولا عمري في يوم هاخد بطاري اصل الغلطان يبقى جاري جنسيتنا واحدة ميتنا واحدة ويدينا ايضا احب عقد عزائما احبه لو وقات عزائما قتلة امو رسائما تنظして اشتركوا في القناة 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 مش فاهمين اشتركوا في القناة البتجاز واستركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة قبل كده ويفتدي صفحة جديدة مع الشعب المصري ويلتزم بالوعود اللي هو قطاح على نفسه سمعنا عن وعود المئة يوم سمعنا عن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكلام ده كله ما حصلش منه حاجة وهو ده اللي مقوم الشعب المصري دلوقتي مش بس التعديلات الدستورية الشعب المصري حس انه هو انخدع انه تضحك عليه عشان كده لازم يكون في وقفة النهاردة في كل الاخبار اللي احنا بنقراها وكل المواضيع اللي بتتكلم عنها الصحف والفضائيات بتقول ان البلد رايحة في منزلق خطير ياريت ياريت تحس يا رايس لما الاتحاد الاوروبي يقول النهاردة ان لازم يبقى لنا وقفة مع مصر بسبب المنحة الخطير اللي خده الرايس في قرارات التعديلات الدستورية موضوع مش سهل اتمنى يا رايس ان الامور تبقى واضحة قدامك عشان تقدر تحل المشكلة ولو انت شايف ان الامور بالنسبالك مش واضحة ومش عارف تدير البلد هات ناس يساعدوك عشان تعرف تدير البلد صح يا رايس النهاردة اكتر من ستين في المية من الشعب المصري تحت خط الفقر يا ترى انت حسس بالكلام ده الشعب المصري الايام ما قامت ثورة عبد الناصر كنا مدينين البريطانيا بريطانيا العظمة كانت مصر مدينة بريطانيا العظمة النهاردة احنا بنستجدي عشان نأكل الشعب قولي عملولنا ايه قطر ولا السعودية ولا اي دولة من دول الخليج بعد كل اللي حصل في مصر النهاردة السياحة مضروبة في البلد ما فيش حد النهاردة ابدا بيقولك انه عنده شركة سياحة شغالة نسبة الاشغالات قديه في الفنادق ناس كتير قوي قفلت استثماراتها في شرم الشيخ وفي الغرداء لانه وعدش فيه يبقى انت النهاردة السياحة ما فيش الناتج القومي شبه منعدم ما فيش فلوس عشان تشتري قمح ما فيش فلوس عشان تدفع المرتبات ما فيش فلوس عشان نسد فوائد الديون مش الديون هتعمل ايه ودخلت في مهاترات وفي حاجات ما كانش وقتها دلوقتي انما اللي انت عملته ده بيقول بصراحة دي تصفية حسابات مش مستطفية حسابات على مستوى القضاء دي حتى كمان تصفية حسابات على مستوى الصحافة على مستوى الاعلام ليه يعني انا النهاردة لما حد ينتقدني ويقول لي انت الحاجة الفلانية فيك غلط المفروض ان انا اشكره عشان اصحح الغلط ده مش هكممه مش هقفله لا اللي حصل مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية استاذ جمال عبد الرحيم شيء مش منطقي ولا طبيعي ولا حتى ابدا ليه علاقة بالعقل راجل عنده كفاءة كفاءة مهنية وصحفية راجل بقاله 25 سنة في الصحافة له خلفية ادارية ممتازة تعزله عشان تحط واحد من الاخوان طبعا انا فاهم من مش انت اللي عزلته لكن ده اتعزل بايحاء من جماعة الاخوان المسلمين ليه عشان الراجل بيقول رأيه بحرية يا سياد الرئيس ما ينفعش ان انت تحط رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس ادارات الصحف والمجلات في مصر اخوان جيه لانه مش هينيلولك الصورة هينيلولك صورة مزيفة او هيبقى الكلام اللي بيتكتب بيتكتب تأييد للاخوان المسلمين من غير ما البلد تطلع لقدام اللي بيحصل في البلد ده حيرجع البلد 300 سنة وراء يا رئيس من فضلك حس ان البلد دي ما هياش بلد عزبة لا فيها ناس مثقفين وناس متعلمين وناس فهمين وناس عندهم المقدرة على انهم يقفوا ويقولوا لا خلاص انتهى عهد الزل والخنوع والخضوع لريس عشان خاطر نقول يحيا الملك لا انتهى الموضوع ده النهاردة احنا بنقول يا رئيس مش عايزين التعديلات الدستورية مش عايزين الكلام اللي بيحصل من الحكومة عايزين حاجات تطلع البلد لقدام نصيحة لكل الناس اللي مسؤولين في بلد زي مصر احنا كلنا بنحبها وبنعشقها وبنعشق طرابها ونفسنا ان هي تكون دولة من اعظم دول العالم ان الرئيس يختار حكومة ومساعدين تمشي على الطريق الصح تحط البلد على الطريق الصح مش ترجعنا الورا المظاهرات اللي احنا شايفينها في الميادين لو استمر الحال بهذا الشكل احنا حنروح لكارسة مش كارسة اقتصادية بس دي كارسة اقتصادية وكارسة اجتماعية وكارسة سياسية بكل المقاييس مظاهرات في المحلة ومظاهرات في بورسعيد ومظاهرات في السويس ومظاهرات في اسماعيلية ومظاهرات في الفيوم ليه ليه يا رئيس البلد النهاردة مولعة ولو نزلوا الاخوان المسلمين في مواجهة المظاهرات دي اصبحنا في مصيبة يا ترى الجيش هيتدخل لصالح مين يا ترى البوليس هيتدخل لصالح مين الامن حيبقى لصالح مين ولا مع مين ولا ضد مين ارجو يا سيد الرئيس شوية من العقل والحكمة عشان نطلع بالبلد لبر الامان شكرا لجميع المشاهدين اعزائي المشاهدين واتمنى انه البلد تستقر على خير وان الامور تهدى عشان نقدر نطلع بمصر لبر الامان مصر بلدنا الحبيبة اللي كل واحد مننا فيها بيعشق كل زر التراب عليها ومهما بعيدنا عنها لازم بنرجع لها لان جزرنا هناك يا ترى الشعب المصري حيرضى ويرضخ لحكم فئة قليلة زي الإخوان المسلمين ولا بلدنا حتنطفد وتقف وتبقى بلد لكل المصريين شكرا لكم ولهنسى يا مصر اني عاشق لكل ذر من ترابك ولهنسى يا مصر ان حبك جوه قلبي ساكن ولهنسى يا مصر تاريخك اللي كتبوها اجدادي ولعمري هنسى يا مصر لما كنت انا واحمد وامير نكتب فيكي مواضيع تعبير ولعمري هنسى يا مصر ناسك السمر الطيبين ومهما حصل لي والأولادي هفضل أحبك يا بلادي ولا عمري في يوم هاخد بطاري أصل الغلطان يبقى جاري جنسيتنا واحدة ميتنا واحدة وإيدينا إيدي واحدة ترجمة نانسي قنقر